السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع دورة تكويد قال بلوكر استدراك ما قمنا به في الدرسين الماضيين كما ترى هذا البانر في الشاشة الميديوم يظهر بهذا الشكل في الشاشة الأكبر من الميديوم سيحتل الأبعاد المناسبة ولكن في الشاشة الصغيرة كما ترى ظهوره ليس مناسبا لذا سأستبدل هنا الكود السابق حددنا من الشاشة الصغيرة مفهامة فوق سنغير سنغير الاسم إلى الامدي وبذلك نحدد من الشاشة المتوسطة أما فوق بالنسبة للشاشة الصغيرة والشاشة الموبايل سيحتل الويتس بالكامل سنغير الويتس بالكامل سنعود مع الميديا كويري بعد انتهاء التصميم سنعود مع الميديا كويري ونصحح مع الأخطاء سنوسط هذا اللوغو لن لن نقوم بذلك الآن إذا اليوم سننسق هذه الميديا سأقوم بعمل Inspect Elements الميديا تبدأ من هنا هذه النبار كما ترى هنا Background Color بعد اللون والBorder Color بعد اللون سنقوم بتصحيح ذلك سنستخدم نفس اللون هنا في اللوغو هذا اللون مناسب والBorder Color سيكون أيضا بنفس اللون سنأخذ هذا التنسيق نعود إلى القالب هنا نفتح البسكين بعد الهيدر سنكتب تعليق سنكتب وضعنا أولا ClassMenu لأننا وضعنا Dev ClassMenu بداخله وضعنا النفذر هذا النفذر Default نريدها بعد اللون Refresh إذا جيد أيضا لدينا هذا البادنج حفوان لدينا البادنج هنا في الـ Container Fluid سنقوم بالغاية Container Fluid والبادنج Left والبادنج Right سنقوم بالغاية Copy سنكتب ثانية في الـ ClassMenu ثم مابتبنى مابتبنى اتصاب بالغاية نقوم بالغاية أتصاب السابب مابتبنى كيف أنصاب السابب هذا يضغي الباديك سنفتح الكونتينر فلويد لدينا هنا النبع هذا كلما من هذلك البوتون البوتون الذي يظهر عند التصغير الشاشة الموبايل والتابلت يظهر هذا البوتون ثم لن نغير النبع هذا سنمر مباشرة إلى النبع كلابس هناك مشكلة النبع كلابس سنلغي هذا الباديك نسمى للنبع كلابس هكذا نسبه كلابس هذه الفاتحة نسبه كلابس من المبع كلابس كما a number collapse سالك في المساكتوب واتلق سفر واتلق عادت تحت سوما ت PT الثالث نافر سأضغط الآن على رفليش نستطيع الآن أن أمر مباشرة إلى الآيس سأضغط الآن على رفليش سأضغط الآن على رفليش سأضغط الآن سأضغط الآن على رفليش سأضغط الآن على رفليش ثم سأضغط الآن سأضغط الآن على رفليش الآيس الإكتف بالنسبة لالآي الأكتف سأضغط الآن على رفليش مجرد الآيس الإيصال ستقوم بلون قريب من الاللون هذا جيد سأخذ هذا الكود سأكتم مرة أخرى الـ Class Menu الـ Class Active ثم الـ Class Active Focus و أيضا الـ Class Active Hover سأضيف أيضا حلقة الـ Hover و حلقة الـ Focus هنا بالنسبة للرغبة العادية سأضيفها بعدها هذه سأضع فاصلة أمر قدوم بحقًا هل مرة أخرى الـ Class Active سأجل مرة أخرى الـ Ci يمكن ان اضع الترانزيشن بالنسبة لجميع الروابط سأتي الى الجنرال ستالشيت و اضع الروابط ، و اضع الترانزيشن سيكتب الرابط انقر ما اكتب transition 0.4 نسف تعمير نسف تعمير نسف تعمير نسف تعمير نسف تعمير سأقوم بسخياء ماثته فى الرفيش موزع ماثله نسف تعمير ثم تعطي على الـ Save Time نضيف الفيش كما ترى الهو فر يظهر بشكل معي نعم الآن سأشرح كافية إضافة الروابط ووضع كاتيجوريز حقيقية هنا سوف تحمله أكوة مهمة سأشرح بالنسبة للـ Home بالنسبة للـ Home هناك رابط يستطيع قد رابط رئيسي المدونة نأخذ هذا الرابط من هنا إلى هنا ثم نذهب إلى المدهر هذه هي الروابط بالنسبة للـ Home نغير الـ H Reference بالكامل هنا هذا الكود يستدعي رابط المدونة بالشكل ديناميكي مهما كان هذا الرابط ديناميكي ندور رابط لهم كيف نضع الكاتيجوري مثلا لو كتبنا هنا التكنولوجي كمثال سأضع الكاتيجوريز في المبعد ولكن فقط لا أشرح في الـ H Reference سأضع فقط ثم 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 عندما تضيف الابل بعد كتابة التدوينة تذكر هذه الابل ووضعها في الروابط كما هي ثم سلاش يمكن إضافة علامة وحتى بدون إضافتها نضع علامة تساوي سبعة مثلا هذا رابط الكاتيجوري يكتب بهذه الشكل سأضع بقية الكاتيجوري فيما بعد إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس سنواصل بالدرس القادم مع التصميم السيد بار ثم الفوتر بعد ذلك نضيف بعض التدوينات ونقوم بتنسيقها ونضيف زر رقاء المزيد وما إلى ذلك وفي انتظار ذلك دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة